رحبكم فيديو جديد و اليوم سيكون فيديو خاص جدا جدا بالمخمار او البطبوت او الخبز الماء او الخبز دي المقلع كل واحد كيفاش كيسميه على الطريقة دي الوليدة ديالي اللي اللي فاطمة يخليها لي هي اللي علمتها لي مني كنت صغيرة لهاد الفيديو هذا الوصفة هادي كنحتاجوه بطقيق الكاميل يعني تيكون مطحون مزيان ويلا كنحيدوه شوية ديال النخالة قدرت نفس القياس نفس القدر ديال الطحين الكامل النفس القدر ديال الطحين ديال الفورس ازتعليها الملحة و شوية ديال الخميرة وكيت تعجن مرخوف يعني كتعطيوه الخاطر الى كان بليد كان بالماكينة نفس الشيء بالعجانة نفس الشيء غير هو فاش تيقرر بيتكمل العجينة دياله كنزيدو واحد المعلقة ديال الزيت باش كيجي نفتي تيجي شي مطاطي في الحقيقة هاد الخبز هادا كنحنا يا كنديروه بحل جميع العائلات ففي الشهر الماء الكريم تنفطروه و تنتعشاوه و في الصحور كنظاهر و ريال الخبز هادا كينزل مع الزبضاء و العسل و الزيت زيت العود و بالرداتي طبعا ما كنتي فين ما مشيتي كتشم الريحة ديال هاد الخبز هادا كيطيب و ينوضو يفردوه و يقررصوه و يخليه عبتان يخمر شوية و عادي ينوضو يوجدو كتشم الريحة يعني في الحومات كاملين كتشم نفس الريحة كل شي كيصوب المخمر يعني هادي كانت عادة انتم ما كتشوفوا العجينة رهه مرفوفة ماشي قاسحة تنخليوه يخمر للمرة الأولى تكي يخمر بحل العجينة يعني العادية تكون مرخوف شوية ماتيكونش القدر ديال الماء على حسب كل طحين شحلتي يشرب بالماء تنخويوه شوية غي كنخويوه غي شوية من ذاك الهوى هي واحد شوية تندي قازيوه شوية وتنفردو الخبزة ديالنا ترشو الطحين سطح العمل بالطحين ديال السميدة او الطحين ديال الكمبلينيت مغربل تنولوهم و نخليوه معو تاني يرتاحو شوية يرتاحو وجهد واحد العشرات دقائق و صافي ماشي بستفد الوقت يعني لان داجا راهم خامرين ما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت ما خصناش نخليوهم حتى تفوت فيهم الخميرة تاتن شوفوهم غير خفو راسهم شوية و بدو شوية يتشققو كنعرفو باننا راهم صافي يمكنين ان الوقت اللي كنسخنو فيه المقلاة وهو هادك كيجي نانيشا مع الخبيزات ديالنا يعني ديك سعاني تنبقوا نقرصوهم و نطيبوهم وصفا رائعا زوينة بزاف وسهلة ولكن تيجي زوين تيجي صحي و زوين و يعني وخا تاكلوا فصحور كتاكلوه وما كيتقل موالو وكتبقوا نهار كلو حاسين بحت شبعة زوينة وخفيفة ديال الناس القدام داكشي عرش كانوا كي يدوزوا نهارهم ديال رمضان بلا ما كيتشكا ولا من جوع ولا معطش ولا حتى من حاجة ولا معيا ولا والو كي يقدوش غالاتهم عاديا وكي يدوزوا الفرائد ديالهم كاملين عاديا يووو الحمدلله على كل حل ها انتم ما كتشوفو كالولبو الخبيزات ونخليوهم يرتاحو كيفما قد لكم واحد لعشرات دقيق جهد عشرات دقيق لا غير وفي هاد الاثناء انا راي درداجا للمقلة تسخن العجين كي يكون كيتلسق شي شوية لانه خفيف ويمتا نحاولو معاه وصفي كل شي را كيعرفي جميع العجين مشيش حاجة اللي صعيبة وما هادو الخبيزات ديالي خليم يرتاحو كيفما قد لكم حد العشرات دقيق لا غير وندروا المقلة تسخن ونقرر صوخ بخبيزة بخبيزة وندروا ما يطيبو راشو دقيق من سطح العمل بالسميد والطحين ديال اللي غربلنا حين لنخالة ديالو شما يجيو ناش تك طريفة ديال نخالة نقررصوهم وخات قررصوهم را كيجيو من الداخل تيجيو مفشين زوينين يعني وخات الطفولهم الخميرة ديالهم كيجيو اللي تي بغيه غليد شوية ما يقررش عليه بزاف اللي تي بغيه ارقيق بحالي يعني بحال كي كان بغي هنا يا انا كنا نقررس عليه شوية بزايد كيف ما كتشوفو هذا كوي السمك ديالو اللي تي بغيه يجيو شوية يعني في شوية ديال البضعة يخليه شي شوية عالي مش مشكل ورع تيتنفخ في الطياب أصلا تيتنفخ تندلو غي تقيبه واحده في الوسط ما تنتكوش بالفرشيته كامل مش كنعطيه الوقت باش يتنفخ شوية تيعله وكنخليوه يطيب نحسو بهي الله جيال تحتية تشمعت كنقلبوها وانو من قبلو ديك ساعة في الطياب يلا كنتو غادي تستعملوه يعني في نهارو طيبوهم زيان وكي اللي كي بغي يصاب كمية كثيرة ويضيها في الكنجيلاتور هادوك نصحون باش ما يطيبوهش بزاف يعني خليه غير البحرات يتشمع شوية ويدلو في الكنجيلاتور ومنين يجبدوه يكملو طيب ديالو تيجي طريب حيلا ديك ساعني تعتصوب ولاني هو يستحسن يتكل طري زي ما كان نصحكم تكلوه طري انا ما عندي شمال كنجيلاتور ولكن المهم كل واحد وضروفو كل واحد وطيب دير ديك شي اللي باعه هيا لها الناصحة اللي كنتو غادي تستعملوه يعني في نهارو طيبوهم زيان كنتو غادي تخليو في الكنجيلاتور شمعو شوية وديروه في الكنجيلاتور في فليصاشي علي منطق حتى يبرد ومنيني تبغاوه كتجبدوه وكتكملوه الطيب ديالو تعيجي جديد كيف ما قلت لكم عندما كتشوفو راه تنفخ شوية هدا هو الوجيه ديالوه كي يعني بحلق بها في هاد المرحلة هادي اللي اقتنان قلبوه وتنتظروا عليه حتى كي يتبن زيان تتيت حمر صدقوني شهيوه ديال القديمة ديال الناص القدم يعني هادي انا قطلكم كنا 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 شنا هاد الاجواء هادي مع العائلة ديالنا كاملين موتنا كانوا كي يصيبونا هاد المخمار هادا دائما يوميا كل نهار في صحور قريب صحور كتشمل ريحة ديال المخمار ديال الحومة كاملة يرسي لانوستالجي انتمنى تجربوها وانتمنى يكون هاد الفيديو هادا جابلكم شي اضافة وانتمنى يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله ودعموني باللايكات ديالكم الخيرات ديالكم والتعاليق زوينا ولعجبكم الفيديو ببرتجوه مع الاحباب ومع الاصحاب ولكم كل الشكر جزيل الشكر على التتبع وعلى المساندة وعلى التشجيع ولقاعدك الحواجات الزويبنين اللي كدير ولي لقنات ديالي ونشكركم بزاف ونتمنى والله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم سنستمروا مع الخبيزة ديالنا بنفس الطريقة ونخليكم على فيديو شكرا ربي اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة ورح Amanda م licensed تنتبعوهما هكا كيف ماشته تيو اللي ومدهبين وزوينين ووجه ديالهم رائع الضخي كيجي وزوينين ما نقول لكمش ما شاهدكم فيهم اني وصفها بسيطة ولكن زوينة انا معتمدها وردت هالطريقة هدي وكندي رايحة انا في داري يعني كنصيب المخمار ماشي يوميا ولكن كنصوبه بنفس الطريقة وتيجي يخفيه في الماكلة ما كيدرش في المعيدة وتيش ببيع ومهم وصفها زوينة انتمنكم تجربوه وهذا هو شكل دير من نهائي في الحقيقة انتمنى تجربوا هاد الوصفة هدي وتخلوا لي التعليق ديركم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة